فقلت يعني إحنا كأعلميين يمكن أن نبتكر ويمكن أن نتحول إلى كتاب سيناريو لأي حاجة تخدم الوطن قلت ألبسهم الفكرة أكتر بالزبط أقول إنه إخوانجي أقولت لهم إخوانجي ومراته منقبة إنت أنا طلعت حكاية إن مراته منقبة دي فعلا هو فيها فندم زاب الجيش مراته منقبة بس هم ما عندهمش معلومات ما يشربوا عاملين بنفسهم بفهمهم بس معلش خليني يعني آقف عند الحتة دي شوية ده هنا بيبقى توفيعه كاشا اللي بيحاول يخدم اللي بيحب الوطن ولا توفيعه كاشا اللي حد قال له يا دكتور طفيق لو بس تزقلنا المعلومة دي عندك لو وارد بيجرى إنه حد يقولك زق المعلومة دي يقول إنه إخوانجي يقول إن مراته منقبة أنا واحدة فيهم لم يحدث بدليل إنه زعل هو زعل وانت عرفت إزاي إنه زعل طلبني أفتح سيس طلبك قال لي انت ليه بتقول عليها كده انت عرفني كويس طب ليه إيه السبب اللي هو عم فتح سيس بتصل بيه بعد الحلقة ده معنى إنه بيتفرج عيك كل يوم بعد الحلقة تاني يوم مكلمني في التليفون الصبح كانت الساعة تساعة الصبح قال لي انت ليه بتقول عليها إن أنا إخواني عم توفيع قلت له يا فندم هم عايزين يخيل إليه إنك إخوان هم هيتبسطوا قال لي بس كده يعني بصراحة أنا زعلت قلت له معليش منسحة فيه ده كان إمتى الوقت ده كان هم حاكموا كانوا حاكموا ده هو وزير الدفاع يعني في الوقت اللي هو قبل ما المشير تنطاوية تم إقالته بأسبوع أو بعشر تيام بص يا فندم قبل رمضان بتلت تيام بالظبط قلت إن عفتها السيسي إخواني وقلت إن مراته منقبة وقلت إن ولاده منقبات خبات